بعد قطيعة قاربت الشهر عاد التواصل بين بايدن ونتنياهو هاتفيا الانقسام بشأن طريقة تعامل رئيس الحكومة الإسرائيلية مع الحرب في غزة يبدو أنه لم يقطع بعد شعرة معاوية بينهما البيت الأبيض أكد أن بايدن ونتنياهو بحثا مسؤولية إسرائيل فيما يتعلق بتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في قطاع غزة وبالطبع بحثا أيضا الجهود المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين وتحول العملية العسكرية في غزة لمرحلة جديدة الرئيس بايدن نقش مع نتنياهو مسؤولية إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين حتى مع استمرارها بالضغط العسكري على حماس الرئيس نقش رؤيته لعملية السلام يشمل حل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل مكالمة لم تقلص بكل تأكيد الفجوة بين واشنطن وتل أبيب فبحسب تقارير فإن حالة الإحباط في واشنطن تتزايد بسبب إطالة نتنياهو أمد الحرب ورفضه مناقشة تفاصيل الواقع ما بعد انتهاء الحرب في غزة وما زاد من عمق الخلاف هو ما صرح به نتنياهو قبل ساعات بأنه أبلغ البيت الأبيض أنه يعارض قيام دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب وذلك بخلاف الرغبة الأمريكية التي عبر عنها البيت الأبيض بعد المكالمة الأخيرة كما أشارت التقارير مؤخرا إلى شعور متزايد داخل البيت الأبيض بأن نتنياهو لا يضع ملف إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على رأس أولوياته إلى جانب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة أنها طالبت إسرائيل بالتخفيف شدة عملياتها العسكرية وتفادي التسبب بإيقاع المزيد من الخسائر البشرية بين سكان القطاع وهو ما لم تعمل به إسرائيل حتى الآن بحسب الوقائع على الأرض وأعداد الضحايا اليومية كل ذلك الساهم في توسيع حدة الانقسامات بين الحليفين المقربين بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب